بعد أيام قليلة تبدأ محاكمات رموز النظام السابق بتهم تتعلق بتدبير انقلاب 89 وإعدام 28 ضابطا في القوات المسلحة عام 1990 تهم إما بررها النظام السابق لأسباب معينة أو أنكرها لكنها ستكون حاضرة هذه المرة في قاعة المحكمة بأفلام العربية الوثائقية الأسرار الكبرى من الضرورة بمكان تطلب هذه التسجيلات والاستفادة منها أمام التعقيق في النيابة العمومية ولكن لا بد أن تكون مطلوبة رسميا من الجهة التي تولت تسجيل هذه التسجيلات اعترافات اعتبرها محامون أنها لم تصدر من أصحاب الشأن من قبل الأمر الذي جعلها ضمن البينات القوية في إثبات تهم بعينها هذه الفيديوهات كما واضح للجميع هي أوضحت كثير من الجرائم أوضحت كثير من السلوكيات يمكن أن تكشف الكثير من الجرائم المسكوط عنها يمكن أن تؤسس إلى بينات تستطيع المحاكم أن تدين بها عديد أو كثير من الأشخاص الذين كانوا يديرون النظام السابق خلال الثلاثين عاما الماضي بعيدا عن البينات القانونية شكلت التسجيلات إدانة سياسية كبرى لرموز النظام السابق إذ اختلفت أقوالهم من العلن وأمام الشارع وداخل الغرف المغلقة مثل هذه التسجيلات التي خرجت للناس عبر غناة العربية والحدث حقيقة شكلت صدمة كبيرة جدا جدا يعني لأول مرة يكتشف بأن الحكومة التي كانت أو هذه الحركة التي كانت تحكم السودان هم عبارة عن مجموعة مستهدرين بغيام الشعب السوداني استخدام تسجيلات الفيديو ليس جديدا داخل أروقة المحاكم السودانية لكنه يشكل علامة فارقة هذه المرة باعتبارها أبرز الاتهامات الموجهة لمسؤولين كانوا على سدة الحكم نحو ثلاثين عاما لنا يعقوب العربية الخرطوم